يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر يوم 36 2023 هذا اليوم الاستثنائي وعلشان هو يوم استثناء النهاردة كمان هتكون حلقتنا حلقة استثنائية ليوم فارغ في تاريخ مصر اليوم اللي رجعت فيه مصر لهويتها ورجعت فيه لمكانتها ودورها الريادي في المنطقة والعالم ككل اليوم أسقطنا فيه جماعة إرهابية وحررنا بلدنا من براطن الإرهاب والتطرف والعنف والضيع تاريخ ميلاد جديد للجمهورية الجديدة 30-6 بدأ زي النهاردة من عشر سنين تحديداً كنا شاهدين على إنجازات ضخمة حقات على أرض الواقع عشر سنين كانوا بمثابة تغيير لمصر في كل مناح الحياة وفي كل المجالات ما فيش ملف غير وقت حامته الإرادة والقيادة السياسية تحديداً للتغيير عشان مصر تستحق حياة كريمة في كل ملفات وكل تأكيد يا أحمد وأنت بتتكلم على عشر سنين من الإنجازات والمشروعات لازم نرجع لقرار قرار الشعب نحن نتكلم من عشر سنين لو نفتكر كده نفس اليوم ده ونفس التوقيت كان إيه اللي بيحصل يمكن مشاهد مأسوية وذكريات صعبة جداً لكن زي ما احنا دايماً بنقول قافة الإنسان النسيان لازم دايماً نرجع ونفتكر ونعرف إيه اللي كان بيحصل يمكن مش هتكلم بقى إنه كان فيه مؤسسات وخدمات متأكلة وبنى تحتية متهلكة وما إلى ذلك مش هتكلم في كل ده عشان كل ده يمكن إحنا على مدار هذا الشهر كلمنا فيه مع حضراتكم ومازال كمان حدثنا مستمرة عن المؤسسات والمشروعات والخدمات اللي تم تطويرها بشكل كبير جداً لكن بس هتكلم عن هوية المصرية هتكلم إنه في وقت من الأوقات كنا بنشوف جيران بتتخادق وبيتخنقوا وإحنا شايفين إنه إيه اللي بيحصل إزاي الإخوات دول بيعملوا كده في بعض إزاي الجيران بيعملوا كده في بعض يمكن ده كان أسوأ احتلال حصل لمصر أسوأ احتلال ليه بمنتهى البساطة لإنه الاحتلال بشكله الطبيعي المعروف بمصطلحه الطبيعي المعروف دولة بتحتل دولة ده عارفينه لكن إنه بيبقى مصريين هم اللي بيقتلوا في بعض وهم اللي بيحاربوا بعض دي كارسة ولنا في دول عربية كثيرة أسوأ بنتفرج على أخبارها كل يوم في الأخبار على أي حال هنرجع مرة تانية للإنجازات اللي موجودة دلوقتي في مصر المشروعات اللي بتنفذ بفضل هذا القرار قرار الشعب هتوني كمان يمكن إنجازات حصلت كتير بسبب المواطن المصري أولا وأيضا إصرار دولة على أنها تقدر تثبت نفسها وترجع مرة تانية لمكانتها هنتكلم عن يمكن سنين من كل الإنجازات اللي حصلت في كل المجالات طفارات مش بنتكلم فقط في إنجازات قفزات وتفرد بالمعنى الحقيقي للكلمة وحبنتكلم زي ما قلت لحضراتكم ممكن بقالنا شهر شغاليين على 30 يونيو استعرضنا مع حضراتكم بعض الملفات المشروعات اللي رسمت قريطة جديدة في حياة المواطن المصري لكن النهاردة وفي ذكرة ثورة 30 يونيو قررنا نحن نقصص حلقاتنا النهاردة بكامل عن ملف مهم جدا جدا ملف المستقبل ملف التكنولوجيا والمعلومات وعلوم البيانات والتحول الرقمي اللي يمكن ما بقى شرفها هي ده حقيقي يمكن العالم كله بيتجه للتغير الرقمي العالم كله بيتجه للتكنولوجيا تحديدا وخلاص أصبح اللي ملحقش قطر التكنولوجيا خلاص نقدر نقول من دول العالم الرجعي أو دول يعني خلاص لا تستطيع أن تنهض بشكل من الأشكال تحديدا لأن الرقمانة أصبحت هي التي تتحكم في العالم ككل عشان كده كان ملف الرقمانة تحديدا من الملفات الأساسية اللي موجودة على طاولة متخذ القرار علشان كده يعني لو هنرجع بالزمن ونقول زمان إيه اللي كان بيحصل كنا بنروح مصلحة حكومية علشان نخلص مصلحنا أكيد كلنا عارفين مش محتاج اللي أنا أفكر حضراتكم كنا بناخد وقت قدقية علشان نقدر نخلص المصلحة دي أو عشان نقدر نختم ورقة واحدة نقف طبور طويل عريض ملوش أول من آخر وندخل في دوامة الشبابيك اللي يمكن ما بتخلص في يوم واحد ممكن تاخد يوم واثنين وثلاثة نهيك عن ضياع الوقت علشان خاطر أروح لمصلحة حكومية ويمكن هنا كمان بان تحديدا يعني أهمية شبكة الطرق والكباري والمواصلات أيضا اللي يمكن اقتحمتها أيضا الدولة المصرية في وقت قياسي جدا عشان تقدر لا ترفع من البنى التحتية الخاصة بهذا يمكن في الوقت اللي المصالح الحكومية عندنا كانت شغالة بالورقة والألم والنظام الروتيني الوظيفي اللي يمكن كلنا كنا متعودين عليه لسنوات وسنوات كان في دول تانية بتتجه لتنفيذ خططها للتحول الرقمي وكمان تطبيق أنظمة الميكانة في كل قطعتها لكن مصر وقيادتها السياسية يعني المتمثلة فيه شخص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ما سكتتش وصلت الليل بالنهار وصلت علشان خاطر تقدر اللي هي توصل رسالة للعالم كله إن مصر قد التحدي إن مصر بتتحدى التحدي نفسه في زمن قياسي وليل جدا وهنقدر إحنا نلحق به ركاب التكنولوجيا وركاب التطور في زمن قياسي وبالفعل وعد فأوفى مستطعنا النهاردة اللي إحنا نقول اللي إحنا عندنا بوابة مصر الرقمية وعندنا كتير جدا من الأشياء اللي نقدر نعتمد عليها فيه خدمتنا الحكومية بالرقمنة والتكنولوجيا جوانا وقبلها أصلا تطوير بقى شفكة الاتصالات والإنترنت عشان نقدر أصلا نفذ هذه المشروعات يا أحمد وزي ما كنا نتكلم مع حضراتكم كان البداية من قرار من سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأنا ومشينا على خطة ثابتة وقوية رسمنا الخريطة ومشينا على خطواتها وستراتيجياتها لحد ما أصبحت أغلب مصالحنا وقطعاتنا الحكومية مميكانة ومرقمانة الخطة دي تعملت لما طورنا البنية التحتية للاتصالات عشان نقدر أن احنا نربط كل المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية كل ده تعمل عشان نقدر أن احنا نحصل على خدمتنا من مكان واحد المكان ده اسمه منصة مصر الرقمية البوابة الرسمية للحكومة المصرية اللي بتقدر أنها تتعامل عشان تخلص كل الخدمات بتاعتنا وإحنا قاعدين في البيت يا أحمد ده يا جمانة وعلشان نوصل لمرحلة الرقم أنا عشان نوصل اللي احنا نقول اللي احنا بنشتغل كل حاجة بالتكنولوجيا والتطور كان لازم يبقى عندي كادر مضرب طبع ما ينفعش اللي أنا أجيب أحمد عبدالصمد اللي تعود على الروتين والأعمال الورقية وقوله تعالى هتقعد على الجهاز ده أو الكمبيوتر ده تحديدا وبكابسة زر هتخلص ورق طبعا يبقى احنا كده هنلاقي الحل حاجة واحدة تحول الشخص من فوت علينا بكرة لأسير فرقا طبعا فكان لابد من الارتقاء بكل العناصر البشرية اللي بتقدم الخدمات علشان اللي بيحصل في مؤسسات الدولة وقطعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بتقوم بتدريب الموظفين على الخدمات الرقمية بشكل احترافي وكمان بتساعد الشباب على التطور في مجال التكنولوجيا والمعلومات تحديدا وبتقدم لهم مبادرات وبتقدم لهم كورسات مجانية بتدعمها الدولة المصرية علشان يكونوا قادة ويكونوا مؤثرين في عالم الرقمنا وتكنولوجيا المعلومات تحديدا ويمكن شوفنا عدد من المبادرات اللي انطلقت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشوفنا زي الدولة كانت بتدعمها بمليارات من الجنيهات عشان خاطر اللي أنا ما يعني أبخلش أبداً بإعداد كادر مصري قادر على التعامل مع التكنولوجيا سهي ممكن أنا كان يا أحمد لي حظ الحقيقة بحلو أن أنا قابلت مجموعة من الشباب اللي استفادوا من مبادرات بواية مصر الرقمية واللي استفادوا مش بس الفكرة نحن نتكلم عن مبادرات وقرصات وحتى يمكن ممولة أو مدفوعة والموضوع بيتطور مش مجرد كرصات لا ده بيبقى سنة تفرغ وبعد كده ممكن يحصل على الماسترز أو الماجستر والموضوع فعلاً بيتطور تطور كبير جداً شفت ناس بالفعل حياتها تغيرت شفت ناس لو في الظروف أو في وقت سابق كنا هنقول أن الناس دي حياتها وقفت هنا ومش هيلاقوا فرص شغل ومش هيعرفوا أن هم يبنوا حياة جديدة شفتنا أنا عن نفسي قابلت سيدة منزل في وقت من الأوقات ظروفها حتمت عليها أن هي تفضل قاعدة في البيت ما تقدرش أن هي تنزل الشغل زي ما كانت بتنزل الشغل وبتدت تدور تعمل إيه لقيت فرصة من خلال بوات مصر الرقمية ولقيت فرصة أن هي تبتدي تشتغل وبالفعل اشتغلت مع شركة من أكبر الشركات الموجودة في الخارج بالمناسبة شباب كتير جدا حتى أعمار مختلفة يمكن كمان مجادرات بوات مصر الرقمية أحمد أعمار مختلفة تبتدي من أعمار مختلفة كنت قدمت المؤتمر الخاص ببوات مصر الرقمية لكن احنا كمان استضافنا مجموعة كبيرة من الشباب دول والحقيقة الواحد كان فخور وهو قاد مع شباب صغار في السن لكن السن أثبته أنه هو مجرد رقم أنت بتنجح بعقلك وإمكانياتك ومدى شغلك على نفسك علشان تتطور وعلشان خاطر تقدر تفيد كل اللي حواليك وده دورك ولكن يبقى دور آخر للدولة وده اللي قدمته الحقيقة الدولة المصرية من خلال مجادرات بوات مصر الرقمية على أي حال ده اللي هنشوفه هنتبهه النهاردة مع حضراتكم على مدار 3 ساعات من دلوقتي بعد ما قمنا بجولات على كل هذه المراكز والقطعات عشان نشوف على أرض الواقع وكمان نوري حضراتكم الإنجاز اللي بيحصل فيه تطبيق أنظمة تكنولوجيا المستقبل نهاردة هتشوفوا مصر الرقمية متسبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر الرقمية